يسوع كان يهودي محمد عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة يبقى النبوء دي لا تنطبق عن يسوع وإنما تنطبق عن محمد عليه الصلاة والسلام باختصار فإن موسى الرحيم قد توفعهم الله وفا طبيعية لكن حسب العقيدة النصرانية فإن يسوع مات شر قتله قتلوه شر قتله فبيسأل المسلم القس بيقول له هل هذا صحيح قال نعم وبالمناسبة دي بمناسبة القتله حاولوا تكلموا النصرى كتير في موت ربهم إهانة ربهم زل ربهم عندك النص احنا ما بنتكلمش من عندنا النص في إشعية محتقر ومخذول من الناس جرة للصالب كشات تساقوا إلى الذبح لم يفتح فا خلاص مخذول لأجل آسامنا محتقر لأجل معاصينا كل دي نصوص كتابية لماذا بقى بقول لكم تكلموهم في النقطة دي بعض الناس مش عارف لو نور الدين عايز المايك مش عايز يقبل يا نور دين ببعث لك طلب بس مش رضي يقبل سواين ضيب كيف ظابت؟ السلام عليكم يا أستاذ ما عليكم السلام حداك الله ينور الدين ازاكا حبيبي الحمد لله منور أنت أنور يا ربنا أخليك حبيبي الله يفلك أنا فقط لدي سؤال بسيط يا أستاذ بسيط لو افترضنا جدلا مثلا أن أن أي مسيحي على وجه الأرض سيكون في ذلك الوقت يوم يوم صب المسيح صب المسيح السؤال هل كان سينقده أم يتركه يصلب؟ حلو السؤال أنت محل السؤال يا شباب بيقولك لو كان في مسيحي الآن أي مسيح على وجه الأرض الآن جيرجس بؤلس بوتروس أي حد كان موجود في زمن صلب يسوع لما كانوا الرومان راحين يصلبوا يسوع المسيحي بتاعة دلوقتي ده كان هيعملي في وقت يسوع هل كان هينقذوا أو كان هيسيبوا يقتل؟ أنا بقولك هو بشبعيد كان هيقتلوا معاهم إذن يا أورشليم يا أورشليم يا قتلة الأنبياء والمرسلين إذن أنت واحد منهم نعم بشبعيد المسيحي كان يقتل الرومان مع ربه صح يقتل ربه مع الرومان يقتل ربه مع الرومان كان ضرب أي حاجة حدث بطوبة المهم تتم خطة الخلاص الله المستعان الله المستعان نفس السؤال ده ما بنسأله للنصارة بنقول لهم هل الروماني الذي طعن يسوع وأدى لقتله أو اللي كان بيسطب يسوع ده بفعلته هذي يستحق الجنة ولا النار المفروض يستحق الجنة لأنه بيساهم في الخلاصة الرجل بيساهم في الخلاص فالمفروض هذا الجندي يستحق الجنة صح يعني يقتلوا يقتل ربهم وكما يخش الجنة هما في الأصل يقولون أن الذين صلبوه فقد غفر لهم أين أتوا بهذه المعنماء الله أعلم لا 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 ده كلام لا لا إنه هو اللي صلبوا يسوع غفر لهم ده كلام بتعنا إنما مش هتلاقي علي بريد كتاب يعني صحيح الله المستعان بس السؤال حلو السؤال بماذا وصل الله حزقيا للنبي في الكتاب المقدس؟ هل وصل حزقيا للنبي هم وتصنع لك كعكا من اللي مش عارف ايه لا لا قبل 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 هل وصله أن يبلغ الرسالة؟ أم وصله أن لا يقول لأي شيء؟ مش فيه حلو فعيني أوهات النص حلو حسقيا للنبي في نصين في الكتاب المقدس كل واحد منهم يتعارض مع الآخر في موقف يطلب منه أن يغلق فما وفي موقف آني يقول له أن يتكلم أعادي يتكلم وهو ساكت أعادي أه أنت يعني يا نور الدين عام الموال اتكلم وأنت ساكت يا نور الدين شغلانا دي حلوة دي كمان أقعد واقف أقعد واقف أقعد واقف تجري نايم كده يعني حد يعرف قصة موت اليهودة الخائن تلميذ الخائن في نص في الكتاب أنه شنق نفسه في نص في الكتاب أنه ضرب نفسه بزي ببتاع كده شج بطن نفسه يعني فبصت بقى واحد أم سايع بقى قال لك قال لك لا النصين صح معايني ده تناقض نصي بقول إنه هو مات مشنوء ونصي بقول مات بطنه مبقوقة فقصد كان ماشي في الحق لفويع على بتاع الشوكة دي فقطعت بطنه فجت بطن قال لك لا وإذا أعمل حج حبيبي حياك الله جزيد حياك الله وبركة هم عاوزين كده بس لا لا اسمع بقى أم طلع ليك الفكرة زي قال لك بص يا عم الحاجة. هو في الأول اضغاز. والدايق. ايجا زي اسمع اللاوي. ام جاء عامل لنفسه مشنقة. حلو حلو. وشنق نفسه. حلو حلو. من المفروض بقى مات بقى. لا ما ماتش بقى. ده يا عم ايلا حصل. بعد ما شنق نفسه. اه خلق حيموت. اه ام الحبل مقطوع. حلو. ام ادقلك في الارض. حلو. ام نازل على الشوكة. حلو. ام اتفتح له بطنه. لا بقى كان ناقص حاجة تانية. انه ادقلك شوية. يوم القطر ضرورة. يوم ماشي كمان خطوطين يقع في النيل. يغرق. ينزل 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 تقوم طالع عسامة كرمكة على الشط. يوم اتحرق. ايه عم افلام دي راكولة وعفلام دي العجاز العلمي. اسمع. اسمع يا حبيبي اسمع. في اول اسحح في حزقية. اسحح تاني في حزقية للنبي. فقال لي يا ابن ادم قم على قدمك. فاتكلم معك فادخل فيروح. فلما تكلم معي الى بعدين. قال اذهب الى ام تمردت قد تمردت عليهم واباهم عاصوا علي الى ذاتي هذا اليوم. والبانون قصت الوجوه والصلاة بالقلوب. انا امرك اسمع. انا امرك سال اليهم. فتقول لهم. هكذا قال السيد الرب. بس. المشكلة لما نيجي لحزقية الثالث في 22 و 27. في حاجة تانية. حيو. ها. هذا الشوائد على قدمي نوش. في حزقية الثالث في 22 و 27. وقال لي. يذهب واغلق على ناسك وسط بيتك. وانت يا ابن ادم وهم يضعون عليك رتوبة. ويقيدونك بها فلا تخرج في وسطهم وألتق لسانك بحلاكك. فلا تكون لهم رجلان موبغة لأنهم بيت متمرد. هنا بيقولوا سكر بؤك. ما تتكلمش. في الإسحاح الأول. تمام. فهمت ازاي يا أستاذ استسمعا. ايوة يعني بقول له اسكت وفي نفس الوقت بقول له تكلم. ايوة. حبيبي يا زين تشرف تشرف وتنور كل الحاجات الحلوة. تمام. حلوة استسمع. لا بيقولوا لما لما الوضوء بيجي يفعل تاني مو. الاخ زين جاي وحخرج. ايه. قلت لك الاستاذ زين معانا. انا حنزل علشان. استاذ ناعا لزيم. ايوة تمام. انزل. لا انا بص بقى. انا عايزك تعمل زي يهوزة. انت تنزل. في نفسك. وانت نازل. تكون على المايك. وانت على المايك تكون بتتكلم. وانت على المايك ساكت. ساكت بتتكلم. اتكلم وانت ساكت. عارش تتكلم وانت ساكت. اه. زي النصين دو. عش. حياك الله يا زين. حياك الله يا نور. وحياك الله زين. حبيبي يا احمد محجوب. يا مرحبا يا مرحبا. نوركم غطى عجل. ابعت يا حج زين. او خلنا الاول يا. خلنا زين. خلنا ساونا ناخد اسمع الله. بس ده ده عزيزة علينا من ايام البلتوك. ومدخلتك بعده مباشرة ان شاء الله. اقبل الاضافة يلا يا اسمع الله. الموضوع يا جماعة قلنا. وزي ما هنقول انه في. اه. في مسألة. الموضوع. الموضوع دي عابرة يعني. بس هي برضو كانت. في ضمن الكرام. كان فيه تنبؤات عن النبي صلى الله عليه وسلم. بحسب. الكتاب المدعو مقدس. واحد بيقول لك الغرفة استنى كده انت شكلك بلتوكي يا سعد سيد. انت بلتوكي. طي لما قلت الغرفة اذا انت بلتوكي. تابع للبلتوكي. طيب يلا يا حجزي نبعت. اخونا اسمع اللهوي عنده مشكلة. على ما يزبط النت شكل عنده النت ضعيف. يعمل بس راستر الراوتر. ويشبك النت كويس. ونبدأ على بركة الله. صوت سابق. سواء. يلا اخبره الآن. اخونا زين. يا زين. يا زين يا زين. يا زين. يا زين. المسألة بقى بتاعت. واجعل كلامي في فمه. فيكلمكم. انا بعتلك الاضافة يا زين اقبل. فيكلمكم. فيكلمهم بكل ما اصيه به. هل يسوع. كانت له. كلام. يوحي الرب له. فيكلمهم بفمه. بكل ما يصيه به. الايجابة لا. ما هذه النبوءة تنطبق عن مين. هذه النبوءة تنطبق عن محمد صلى الله عليه وسلم. فين في حديث الغار. عندما جاءه جبريل. قال فأخذني. فضمني. ثم قال لي اقرأ. قال ما انا بقارك. اقرأ. شايفين النبوءة بتنطبق على النبي ازاي. غير يسوع. يسوع ما جاءت نبوءة لي. باقرأ. طيب اخونا زين انا بعتلك اضافة منتظر القبول. طيب. ماشي. خلينا. اسمع اللاوي. اسمع اللاوي. هم. يقول ايضا في عندنا النص اللي هو. اذا التسنية 18 18. لا يشير للمسيح على الاطلاق. لا يشير ليسوع الاناجيل على الاطلاق. وانما هي نبوءة. واضحة. عن محمد صلى الله عليه وسلم. انا بعتلك اعمل حاج يلا. اقبل او. او اخرج وادخل. اخرج البث وادخل تاني. حبيبي يا عمر الازهري. انت انور. ماشي. يا تدخل البث وتخرج تاني. ايوة. بسم الله. انا. بعتلك يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. يا هلا يا هلا. هلا هلا. اخي الحبيب محمد نصيف. بلدي. 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 حبيبي تسلم. لا انا كنت عادة اضيف حاجة بسيطة يعني. فضل. يعني دلوقتي الا واحد صاحبي او حد من قريبي خبطته عربية مثلا. هجيب العربية لي انا واحد اروشها كده. وتذكر صاحبي اللي مات عشان العربية دي خبطته. اقدس العربية. يعني انت عايزت تنتظر ايه من الناس بيقدسوا خاشة با مات عليها ايه ده. يعني سبحان الله عقول بباريغة يعني. وبعدين استنى انت حتقدس العربية كده. ايه الله. وتعمل تعمل مصغر للعربية اللي خبطت ابنك يعني ولا خبطت قريبك. اه. وتعملها زلسلة وتحطها هنا. مصغر بس تخليها صغير. لو عربية جيب بتعمل مصغر اوي عشان كبيرة. لكن لو فيت ابو عشان وكده تبقى تخليها كبيرة شوية وتحطها هنا. حس تبقى ايه. كل ما تشوفها تفتكر ابنك لما ايه. لما ولا قريبك لما تضرب بالعربية. ويا سلام لو صورة السواق كمان. ايه ايه ايه. يعني حتى من ضمن الحاجات. وسمي ابنك على صورة السواق. سمي ابنك على صورة السواق. ايه ايه. يعني من ضمن الحاجات انت بتقول. انت انت كنت حضرتك بتقول. ايه. قوم وعود. واتكلم واسكوت. مش عارفية. بمناسبة مالينت. بتقولوا. في حاجة عجيبة اوه اسمع اللون. النصارى. المفروض قاتل ربهم مين. مين اللي قاتل ربهم. الرومان. الرومان. وبيسمي ابنهم روماني. وبيسمي ابنهم روماني. الله يفتح عليك صحيح. حاجة عجيبة فعلا. قاتل رب عندك وتسمي ابنك روماني. يعني. الحمد لله على نعمة. الله حاجة عجيبة فعلا. اللهم مستعان. يعني انت بتقول. يعني انت من ضمن الحاجات بتقول ايه. اتكلم اسكوت. مش عارفية حاجات متناخدة. ده عادي. طب انت بالنسبة لك الكلام ده عادي. انت بتنتظر ايه من قصة بيقولك. ان الله لا يموت ولا ينبغي له ان يموت. ولكن الذي ماته والله. يعني انت عايز يتادي. اقول فارغة يعني. عندهم يقولك. الله لا يموت. حلو. قعدة. الله لا يموت. لكن الذي ماته والله. طب ازاي. طب ازاي. يا راجل فيه حد. ما من ضمن الحاجات انا كنت نزلتلكو النص ده ونسيت اكلمكو عنه. النص ده يا اخوة. تخيل ناس. بولوس. ده كلام بولوس. يقول في كتاب. يظن بهذا الكتاب من كلام الله. يقول عن الشيطان. اله. في كرونسوس اربعة اربعة. ومناسبة بولوس يا اخوة محمد نصيف. كنت عايز اضيف حاجة بس. طيب خلنا خلص. يعني. مش بوك. يقول على. سواني بس تخلص. انت عمال بتفتح بكتب حاجاتك عندك. يقول عن بولوس. يقول عن الشيطان. اله هذا الظهر. يعني كده يجي واحد يكلم واحد يقول له الشيطان. يقول له اه اللي موجود في الكتاب المقدس مكتوب عنه انه اله. طب ينفع بالله عليكم. اتفضل يا اسماعي اللاوي. مش ممكن النصران يجي افتكس افتكاسة ويقول لك الرسول اللي مقصود به مثل موسى وكده. هو بولوس الرسول. مش ممكن يقول لك كده. بولوس الرسول. ما هقول لك ده ما هو ده رسول المسيط. لا 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 مش هينفع. مش هينفع. ما يدارش يقول كده ها. هقول لك اه مش هينطبق. اه النص عندك بيقول من اخواتهم. هال بولوس من اخواتهم ولا منهم. الله يفتح عليه. ده بولوس يهودي متعصف اصلا. بولوس كان رايح يقبض على المسيحيين ويسلمهم للرومان عشان يقتلوهم. بولوس يهودي. ما ينفعش يتعلم من اخواتهم يتعلم منهم. اخر حاجة. اخر حاجة عز وجل قبل منزل يعني. فيه هم بيستشهدوا في القرآن. رغم ان هم مش مؤمنين بالقرآن أصلا. اللي هي قاية وبرو الأكمل والأبرس ووحي الموتى. ويقف ميقولش بإذن الله. هم عندهم نص يعني اعتبر مشابه للآية دي في سياقه يعني. اللي هي أعمال الروس 22 اسمعوا أيها الرجال الإسرائيليون. يسوع النصري رجل قد اعتبرها أنا لكم بقوات وعجائب. قد صنعها الله بيده يعني. على يده اللي صنعها. اه. نعم. انا اقول لك على نص أصل. في كل معجزات يسوع النص ده أصل يا إخوة. في كل ما فعله يسوع الأناجيل. في كل حتى ما فعله مؤعيس عليه الصلاة والسلام. في أصل في القرآن وفي أصل في الكتاب بتاعه. أما الأصل في القرآن بإذن الله. أو بإذنه. طب الأصل اللي في الكتاب المقدس. سوانا بص بقى. الأصل اللي في الكتاب المقدس اللي تحطه في كل مسألة يا سماع اللوي. أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا الله يفتح عليك أسمع أدين ليه؟ لأني لم جئت لأفعل مشيئة أبي يعني مشيئة الإله فيسوع ما بيعملش حاجة من نفسي أنا أطلب مشيئتي بل مشيئة الأبي أفعل أجيب لكم النص عشان تحطوه عندكم عليكم السلامة تحطوه عندكم يفضل في ذهنكم سواني تتكلموا بيه في كل مسألة هتلاقوه في إنجيل يوحن صحيح خمسة عدد ثلاثين أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا النص ده في كل مسألة قالك بقى ألهية يسوع قالك تلاقي الإعجازية قالك ما إعجزاش إلاك معجزات ما معجزاتش النص ده محطوطش في كل حد تمام؟ طيب أخونا زيل أقولي حاجة كملة معين يعني ما هو بعض الحاجات اللي زي كده يعني الله يفتع عليك في موضوع النص ده فعلا يعني دي تكفي أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء كما أسمع أودين ودينوناتي عادلة لإني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني أرسلني يعني أنت عايزين أكتر من كده يعني سبحان الله فربي نفتع عليك يا رب ويوفقك لكل خير إن شاء الله يعني نزلني بقى مش عارف أنت انزل آه استنى انزل طالع انزل طالع أو اطلع نازل عليكم السلام لا أنا بقارب أقلب لك أجيب لك منجو أنا جاي حبيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام يا شباب نرجع مرجوعنا حد يعمل إشارة لأخونا زين يا شباب حد يعمل إشارة زين نرجع مرجوعنا لموضوعنا النصارى عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحنا عندنا ده الحلقة الأولى في الصفات أو التنبؤات الموجودة في كتابهم إن شاء الله نعملها سلسلة في عندنا خمسين بشارة لسه يعني خلاصة منها واحدة النهاردة تخيل واحدة في ساعة ويه مش عايب ساعة وكيام دي ساعة واربعة عشر دقيقة في بشارة واحدة بس عشان المقدمة طويلة ولازم لكل مسألة أو كل نوع من أنواع السلاسل لازم يبقى ليه مقدمة تسهيلية على المستمع عشان يقدر بعد كده في الطريق اللي هو ماشي في عنده أسس أولية سار عليها زي التفسير حتى عندنا في الإسلام اللي عايز يدرس تفسير ده في حاجة اسمها الأول أصول تفسير أصول تفسير ما يخش الشي يدرس تفسير كده وخلاص يفتح أي كتاب يقرأ فيه وخلاص لا أصول التفسير بتفهمك إزاي تفسر وإزاي المفسرين بيفسروا أصلا وإزاي الطرق المتبعة للتفسير الحق والتفسير الصواب والتفسير الراجح اختصارها أن مثلا المفسرين بيفسروا القرآن أول حاجة تفسير القرآن بالقرآن زي الحمد لله رب العالمين من هو رب العالمين جاء في القرآن أيضا قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما يبعدها تفسير القرآن بالقرآن إن رب العالمين هو رب السماوات والأرض وما بينهما طيب إن لم يوجد في القرآن تفسير القرآن بالسنة لما الله قال في القرآن قال كما في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إيه تفسير الظلم هنا تفسير القرآن بالسنة النبي ما فيش أسمعها القياس يا أختنا القياس ده في الشرع في الفقه تمام تفسير القرآن بالسنة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم إيه معنى الظلم في الآية دي بشرك يعني الذين آمنوا ولم يشركوا بالله لهم الأمن وهم مهتدون لا شرك جبناها منين جبناها من حديث الصحيح لما ذهب الصحابة للنبي وقال له أينا لم يعملوا الظلم فقال لا ليس الظلم الذي تظنون مش الذين آمنوا ولم يلبسوا بظلم يعني بيعملوا أي ظلم لا يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك قال لهم ليس الظلم الذي تظنون ألم تسمعوا لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فهينا تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة طب إن لم يوجد تفسير القرآن بتفسيرات الصحابة ولغة العرب ولغة العرب دي من ضمن إزاي بيفسروا القرآن آآ آآ ليه ليه بيجاب ولد واحد نتعرفس يا نبقى نسأله للنصارى يا شاكر نبقى نسأله للنصارى تمام فكذلك لازم الضوابط دي تبقى معاك على إيه على الطريق بحس تبقى آآ التفسير ده صح آآ التفسير ده غلط آآ النبوء دي صح النبوء دي غلط وهكذا تمام أو البشارات أو استفتاحات البشارات عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتاب النصارى يكون التكوين إصحح 17 عدد عشرين يقول وعدوا الله لإبراهيم كده بقى احنا بدأنا في كتاب جديد أو يعني مقال جديد خدوا كده ده الأول الشاهد اللي هنتكلم فيه إخوة الروابط اللي أنا هنزلها دي يهتموا بيها لأن دي فيها إيه حتى اللي يشوف في التسجيل يهتم بيها لأن دي فيها إيه أصل المسائل يعني أو دي بشارات النبي إحنا كده دخلنا في كتاب خمسين بشارة حي الله أخونا زين خمسين بشارة في الكتاب المقدس البشارة الأولى منه في التكوين إصحاح 17 عدد 20